بسم الله الرحمن الرحيم هبدأ معكم النهاردة بقيت أجزاء مادة مادة خمورات اغذائية أو صنعات مايكروبية تمام مفروض ان احنا كنا آخر حاجة أخدناها اللي هو انتاج الخميرة وانتاج الخميرة دي كانت آخر حاجة احنا وصلنا لها النهاردة هنكمل عليها وهناخد عندي انتاج الكحول الاسيلي اول حاجة بيتكلم معي عن استخدامات الكحول الاسيلي وازين هو بيدخل عندي في كثير من الصناعات اول حاجة ممكن انا استخدمه كمادة استخلص بيها مواد معينة مركبات عضوية او ممكن انا استخدمه ادخله بعض الصناعات زي الادوية زي المعجين الحلاقة زي صبغات الشعر كل دي حاجات اقدر ان انا استخدم فيها الكحول او اللي هو الكحول الاسيلي اه فيه تمام اه نيجي بقى للعوامل اللي هو اللي انا لازم اوفرها تمام او ازبطها علشان خاطر اعمل اللي هو الكحول الاسيلي اول حاجة طبعا معروف ان هو في اي انتاج لازم اعرف الكائن الحي الدقيق اللي انا هستخدمه علشان خاطر اعمل انتاج فانا عندي هنا السلالة اللي انا هستخدمها هي سلالة خميرة اللي هي سكارو ميس السيرفيسيا تمام لازم السلالة ديات احنا قلنا اللي بنستخدم السلالة ديات قبل كده قلنا علشان خاطر ان الكفاءة بتاعتها عالية ومعدل النمو بتاعتها عالي والسباتية بتاعتها عالية كمان لها قدرة على ان هي تنتجلي غاز ثاني اكسيد الكربون تتحلل السكر وتنتجلي ثاني اكسيد الكربون وكمان لها قدرة عالية على ان هو التحمل التركيزي العالي من الكحول والخل تمام يبقى قادي السلالة الحاجة التانية عندي اعداد البادئ احنا قلنا اللي هو البادئ بتاع اللي انا هاخدى او الكلتشار اللي انا هستخدمها قلنا ازاي ان احنا بنعمل لها اعداد ان احنا بناخد عندي اللي هو الستوك كلتشار اللي هي بتكون عندي محفوظة وابدأ اعمل منها عدة تنشيطات متتالية خلاص زي ما احنا شرحنا قبل كده كتير ان انا بابدأ اعمل منها تنشيطة في حجم اصغر وبعد كده مبتديني نمو عالي بابدأ اخد عندي من التنشيطة دي تنشيطة تانية في حجم اكبر في حجم من البيئة اكبر تمام وهكذا لغاية موصل عندي للحجم اللي هيدخل عندي فيه الصناعة تمام فهو زي ما هو قيل عندك كده ان انا بافضل ان انا احضن على درجة حرارة من 25 ل 30 لغاية موصل للكمية اللي هتدخل عندي فيه خطوات التصنيع بعد كده عندي اللي هي المادة الخام المادة الخام اللي انا هستخدمها عشان الكائن الحي يشتغل عليها بتكون لازم انها تكون مختوية على سكر تمام عشان خاطر الخميرة تبدأ تشتغل على السكر ده وتخمره لي تمام طيب عشان كده انا عندي 3 انواع من المواد اللي هي فيها كربوهايدريت عندي اول حاجة مواد سكرية تمام زي الملاس زي دبس السكر زي قصب السكر زي ملاس البنجر زي عصير الفكة الحاجة التانية عندي مواد سيلوزية مواد سيلوزية زي الخشب او مخلفات صناعة الورق اللي هي بيتم صناعتها من الخشب بعد كده عندي المواد النشوية زي الحبوب والبطاطس طبعا كل مادة زي ما احنا شرحنا قبل كده وقلنا اي مادة غزائي او اي مادة خام بستخدمها بتختلف على حسب توفرها في البلد اللي انا بصنع فيه يعني مثلا قالك بلد زي المانيا دي بتستخدم البطاطس ليه عشان هي متوفرة عنده لكن في فرنسا بيستخدم ملاس البنجر لكن في السويد بيستخدم مخلفات صناعة الورق اما في ايطاليا بيستخدم عندي العنب وملاس البنجر فكل بلد بتستخدم نوع معين من المادة الخام على حسب توفرها عنده بعد كده العامل اللي بعد كده تركيز السكر المفروض ان انا بقى عد تركيز السكر عندي في البيئة بتاعتي او في المادة الخام بتاعتي بحيث ان هو بيتراوح من 10-18% والتركيز اللي هو الشائع استخدامه بيكون 12% وبراه ان هو تركيز السكر اللي لا يرتفع ولا يقل عن التركيز ده او عن الليمت ده من 10-18% ليه؟ لو زاد عند 10 هيكون عندي له تأثير مضاد او تأثير مصبت اللي هو الخلايا الخميرة تمام؟ طب لو قال عن 10 مش هيكون اقتصادي لان هو العشرة في المية السكر اللي موجودين في البيئة دوت مش هيديني نموه عالي من خلايا الخميرة اللي هي هتبدأ ان هي تستهلك او تخمر الكمية الموجودة ديت وتديني كمية برودكت من حل الإسيلي عالية تمام؟ يبقى المفروض ان تركيز السكر الملائم بيكون عندي من 10-18% واللي هو البرفكت بيكون 12% بعد كده مركبات غذائية اخرى بوضيفها عندي لي البيئة بتاعتي قلنا المركبات الغذائية الاخرى بتكون مواد بتدعم البيئة بتاعتي او بتزود القيمة الغذائية بتاعت البيئة عشان تديني نموه عالي تمام؟ من هالعناصر قلنا طبعا اي حاجة فيها نايتروجين او فيها فسفور عندك بقى زي اللي هو املاح الامونيا او كابرتات اامونيا زي كابرتات اامونيا او فوسفات ااموني خلاص؟ لان فيها عنصر فسفور وعنصر نايتروجين فدوت بيدي بيخلي البيئة بتاعتي غنية وبالتالي هتديني نموه عالي بعد كده عندي من العوامل اللي بعد كده اللي هو الرقم الهايدروجين الرقم الهايدروجيني او اللي هو البي اتش البي اتش طبعا ده من اهم العوامل اللي انا لازم اضبطها في البيئة علشان خاطر يديني نموه عالي ففي انتاج عندي اللي هو الكحول الاستيلي لازم يكون البي اتش الملائم من بيتراوح بين 4 ل 4.5 تمام ليه بقى قلناها قبل كده كتير ليه بيكون عندي الوسط حامدي واخدناها في انتاج الخميرة قلنا عشان الوسط الحامدي دوت هيكون غير ملائم لنمو البكتيريا فبالتالي مش هيخدس عندي تحدوث تلوث بكتيري تمام طبعا دوت لازم يكون كده من 4 ل 4.5 طيب ليه ما زودش عن كده ما زودش الحموض عن كده او اقل بالبي اتش عن كده علشان خاطر ما ينتجليش نواتج تاني انا عايزة انتج حامد سوري الكحول الاستيلي يبقى لازم اللي هو الكحول الاستيلي يبقى ازراوح عندي البي اتش من 4 ل 4.5 ما زدش عن كده علشان خاطر لو زدت عن البي اتش او ارتفعت عن 4.5 هيبدأ دوس عندي تلوث بكتير طب لو قليت عن كده هيبدأ يتجه عندي المصار في انتاج نواتج اخرى بعد كده عندي التهوية التهوية برضو دي عامل مهم برضو من اللي هو العوامل في انتاج الكحول طيب انا عندي في المراحل الاولى انا دلوقتي حطى بيئة تمام موفرة فيها اللي هو الظروف الملقمة من تركيز السكر ومن العمن المساعدة ومن اللي هو البي اتش تمام دلوقتي حطيت عليها اللي هو البادئ او الخلايا بتاعت السكر ومعايز السيرفيسيا وانا عايزة انتج كحول تمام يعني هيحدث لي المادة السكرية اللي موجودة تخمر طيب هل انا عشان اوفر التخمر ده اخلي الظروف لا هواية على طول لا طبعا ما ينفعش مش انا عندي خلايا خميرة لازم خلايا الخميرة دي تبدأ اللي اول ان هي تنمو معايا وتزيد في العدد علشان خاطر تقدر ان هي تخمر لي المادة السكرية اللي موجودة ففي المراحل الاولى لازم عندي يكون ايه لازم تكون الظروف هوائي عشان خاطر اوصل لي اللي هو النمو العالي من خلايا الخميرة اللي موجودة دي تبدأ ان هي تنمو معايا بمعدل عالي وتبدأ ان هي تنشط وبعد كده اخلي هتستهلف لما تستهلف كل الاكسوجين اللي موجود فيه المخمر هتبدأ عندي تتجه لي اللي هو انتاج الكحول الاستيلي في وجود الظروف لا هواية طيب بعد كده عندي درجة الحرارة درجة الحرارة الدرجة الملقمة عندي بتتروح من 25 ل 27 طبعا عشان احافظ على اللي هو درجة الحرارة ديت متعلاش عن كده بيكون عندي بيحدث عندي ان انا بمرر المية بردة من خلال موسير بتبقى محيطة بالمخمر علشان خاطر درجة الحرارة ما ترتفعش عن الدرجة دي لان درجة الحرارة طبعا لو ارتفعت ايه اللي هيحصل انا عندي كحول قبل للتطاير فانا لو رفعت درجة الحرارة حاجة بسيطة هيبدأ ان هو يتطاير معايا وغير كده كمان درجة الحرارة ما ترتفع هتبدأ ان هو البكتيريا تنشط معايا والتنمو فبالتالي هيحلص عندي تلوس بكتير طيب عملية التخمر بقى احنا زبطنا المادة الخام وزبطنا كل الظروف الملقمة وعملنا تلقيح بالكمية اللي احنا وصلنا لها لقحنا بيها عندي المخمر اللي بيحصل زي ما انا قلت قبل كده من شوية ان الخلايا بتاعت الخميرة بتبدأ ان هي تستنفذ الاكسوجين اللي موجود جوه المخمر بتبدأ تخلصه لغاية ما تنشط بقى وتبدأ ان هي تتقاصر وتديني عدد كبير اول ما بتبدأ ان هي تخلص كل الاكسوجين اللي موجود بتبدأ تتجه عندي ليه الظروف الهوائية بتبدأ ان هي تعمل تخمير ليه السكر اللي موجود وبتحوله الى كحلق سيني العملية دي بتاخد وقت قديه بتاخد حوالي خمسين ساعة او اقل على حسب الظروف اللي هي الملقمة طيب بعد كده عندي العملية ديها المعادلات والمعادلات مهمة جدا طبعا المعادلات عندي قادي عندي اللي هو الجلوكوز C6 H12 O6 تمام ده الجلوكوز بيبدأ يتحول طبعا هتكتب على السهم نوع الكائن الحي اللي هو السكروميس السيرفيسيا تمام في الظروف ايه؟ ظروف لاهوائية خلاص ده وقت يتكتب على السهم يبقى انا عندي C6 H12 O6 جلوكوز بيتحول عندي نتيجة ظروف لاهوائية الى بايروفيك اسد تمام اللي هو تمام البايروفيك الاسد بعد كده بيتحول عندي للاسيتالضهايد بيعم طريق نزع ثاني اكسيد الكربون بيتحول عندي لتنين CH3 CHO تمام؟ بعد كده بيتحول عندي الاسيتالضهايد طبعا كل دوت في ظروف لاهوائية بيتحول عندي الى CH3 2CH3 CH2 OH عن طريق تحويل الناد H2 الى ناد الى اللي هو CH3 CH2 OH اللي هو كحول ايسيلي او ايسايل الكحول خلاص دوت اللي هو المعادلات بتاعة انتاج بتاع انتاج الكحول المعادلات دي طبعا مهمة جدا بس ما ننساش نكتب على السهم الاولاني اسم الكائن الحي الضقيق اللي استخدمناه اللي هو خلايا السكار وميس السيرفيسيا ونخلي بنا من اللي سبيلنج كويس بتاع الخميرة ونكتب تحت ظروف الهوائي بعد كده المرحلة الاخيرة انا دلوقتي تم انتاج عندي الكحول خلاص وعدى الوقت بتاعي اللي هو خمسين ساعة ببدأ ان انا اعمل على مرحلة اللي هي تقطير الكحول تقطير الكحول اول حاجة ببدأ ان انا اسحب خلايا الخميرة او احصل على خلايا الخميرة بحصل عليها عن طريق الطرد المركزي تمام وباخدها بعد كده وممكن انا اجففها واستخدمها عندي فيه تغذية الحيوان مش برميها طبعا الحاجة التانية اللي هو الكحول اللي بقى اللي هو المين برودكت اللي عندي او المنتج الاساسي اللي موجود معايا اللي انا عايزاه ببدأ ان انا اعمل له مرحلة تقطير لغاية موصل احصل عليه كله تمام في المراحل الاولانية من التقطير بيكون تركيز الكحول من 60% لتسعين في المين وبعد كده بعمل تركيز لي اللي هو الكحول اللي طالعلي من مرحلة التقطير ده فبيوصل معايا تركيزه لي 95% بعد كده بعمله تكسيف علشان احصل على الكحول المطلق اللي هو الابسليوت الكحول اللي هو تركيزه بيبقى 100% طيب انا كان ناتج عندي غاز ثاني اكسيد الكربون هل ثاني اكسيد الكربون دوت انا هتخلى عنه لا مش بتخلى عنه ثاني اكسيد الكربون الناتج دوت ببدأ ان انا اجمعه في السوالات وابدأ ان انا استغله في انتاج اللي هو التلج الجاف دوت كان اللي هو المراحل بتاعت انتاج الكحول الايسيلي تمام هنكمل مع بعض اللي هو سكشن بعد كده اللي هو انتاج الخل وبعد كده عملية انتاج الخل بيتم انتاج عندي الخل بواسط بكتيريا حمض الخليك اللي هي الاسيتوباكتر اسيتوي وعملية انتاج الخل دي بتتم على مرحلتين المرحلة الاولى اللي احنا لسه قيلينه حالا اللي هو عملية انتاج الكحول الايسيلي انه عندي سكر تمام وعندي خلايا السكروميس السيرفيسيا اللي هي الخميرة بتبدأ ان هي تخمري السكر ده تحت الظروف لا هوئية وتحولهولي الى كحول الايسيلي تمام ادي المرحلة الاولى يبقى المرحلة الاولى بيتم فيها تخمر السكر الى كحول الايسيلي بواسطة ايه خلايا اللي هي السكروميس السيرفيسيا ادي عندي السكر هواد 6 H12 و6 بواسط طبعا عساهمة نكتب سكروميس السيرفيسيا زروف لا هوئية بيتحاول عندي الى 2CO2 زائد 2CH3CH2OH اللي هو كحول إسيلي طيب المرحلة التانية بقى المرحلة التانية بيحصل فيها عندي أكسادة للكحول الإسيلي اللي حصل للنتج دوت ليديني حامض خليك بس هنا الظروف عندي بتكون ظروف هوائية والكائن الحقيقي الضقيق ان انا باستخدامه في المرحلة ديت بكتيريا اللي هي الأسيتوبكتر أسيطاي الأسيتوبكتر أسيطاي طبعا عشان هي بكتيريا هوائية بتنمو على السطح بتاعي وبتنمو بمعدل كسيف جدا وبتديني غشاء سقيل أو غليز الغشاء دوت بسميه اسمه Mother of Vingor اللي هو اسم أم الخل الغشاء بتاع النموي الغشاء النموي الخلايا بتاعة الأسيتوبكتر أسيطاي اللي بتنمو على السطح بتاعي اسمها Mother of Vingor العملية دي بقى بتتم على مرحلتين أنا عندي من المرحلة الأولى تم إنتاج أو تم إنتاج عندي اللي هو تحويل السكر إلى كحوله إسيلي المرحلة التانية بتتم على الخطوتين الخطوة الأولى بيتحاول عندي الكحول الإسيلي ده عن طريق أكسادته إلى أسيتالضهايد والخطوة التانية بيتم أكسادة الأسيتالضهايد إلى حمض الخلي تعالوا نشوف المعادلات كده هذه المعادلات عندي أهيت معي عندي CH3 CH2OH دوت اللي هو الكحول الإسيلي اللي نتج عندي من المرحلة الأولى زائد بيتم أكسادته من نص O2 بيتحول معي إلى CH3 CHO CHO زائد H2O اللي بتحول معي إلى الأسيتالضهايد تمام؟ زائد مية طبعاً هكتب على أكسادة ظروف هوائية واللي هو بوسطة الكائن الحي الضقيق اللي هو الأسيتو باكتر أسيتوي بعد جداً بتحول عندي الأسيتالضهايد CH3 CHO زائد نص O2 بتتحول معي بيتم أكسادة الأسيتالضهايد إلى اللي هو حامض الخليك اللي هو CH3 COOH نجد بعد كده لي العوامل الواجب ضبطها عند إمتاج حمض الخليك إحنا قلنا إن عملية إنتاج خمض الخليك بتتم على مرحلتين مرحلة الأولى اللي هي إنتاج الكحول الإسيلي وده قلنا فيها العوامل اللي أنا لازم أضبطها عشان خاطر أنت الكحول الإسيلي تمام؟ عشان كده استكشنين مرتبطين ببعا أما المرحلة التانية فإحنا هنتكلم بقى عن المرحلة التانية العوامل اللي أنا لازم أضبطها فيه منها عندي اول حاجة تركيز الكحول بما ان دوت المادة التانية اللي انا بشتغل عليها في المرحلة التانية ان انا بعمل اكسادة للكحول الى حامد خليك فتركيز الكحول اللي عندي بيتم ضبطه بحيث ان تركيزه بيوصل من 10 ليه 13% تمام طيب ليه الرقم ده او ليه الرنج ده انا لو زدت عن الرنج ده مش كل الكحول اللي هتحاول عندي الحامد خليك طب لو قليت عن اللي هو التركيز ده اللي هو العشرة بيقضي الى انخفاض انتاج الخل كمية الخل المنتجة هتكون قليلا مش هتكون عندي اقتصادية معين ادي اول عامل اللي هو تركيز الكحول العامل التاني اضافة الحمض اضافة الحمض هنا بضيفه ليه عشان خاطر يخفض لي عندي البي اتش انا بضيف خل عندي بضيف للكحول اللي عندي خل بنسبة 10% من الحجم النهائي ليه عشان خاطر اجعل الظروف حمضية او اخفض بيها البي اتش فيكون عندي الوسط غير ملائم للنمو البكتيريا وبالتالي مش هيحدث عندي تلوث بكتير الخطوة اللي بعد كده او العامل اللي بعد كده عندي التهوية التهوية هنا مهمة جدا انا عندي العملية او المرحلة التانية ديات بتعتمد على هي كلها عبارة عن مرحلة او عملية اكسادة ان انا بقى اكسد عندي الكحول فبالتالي لازم عندي ان يكون التهوية جيدة ويكون طبعا الهوى اللي موجود بيكون منقى قبلها زي ما احنا قلنا قبل كده خالص لازم عمليات التهوية او الهوى اللي داخل للمخمر لازم ان هو بيكون اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة